بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها ما ستقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث مما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا ليتانا أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتاما فانكحوا معقاب لكم من النساء مثنا وسلاس ورباع فإن خفتم ألا تعدلوك واحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدنى ألا تعمروا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تتسرفها أموالكم التي دعا الله لكم قياما وارزقوهم بها واتسهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا المكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالا ولا تاكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيدا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر الكسمة أموالقربا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليدقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بحونهم نارا وسيصلون سعيبا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق قسمتين فلمن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبوين كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولدا وورثا أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد رصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لهم أقعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصر ما ترك أزوابكم إن لم يكن لهم ولدا فإن كان لهم ولدا فلكم الرضع مما تركوا من بعد رصية يوصين بها أو دين ولهم الرضع مما تركوا إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولدا فلهم السمن مما تركوا من بعد رصية يوصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولهم أقل أو أقل فلكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد رصية يوصي بها أو دين غير مضار فصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله بنات كدريم تحتها الأمهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهم والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسفوهن في البيوت حتى يتوفاهم ويقول الموت أو يد على الله لمن سبيلا والذان ياتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بدهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتذنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أرتموهن استردال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن نقنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتاخذونه مهتانا وإثما مبينا وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضه إلى بعض وأخذن منه ميثاقا غليظا ولا تنفعوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قسلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وأمهاتكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا دناح عليكم وحلائل أبنائكم وأمهاتكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قسلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوا من أدور من فريضة ولا دناح عليكم فيما قراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينفح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتهم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتهن أدورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخدات أخذات فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سلم الذين من قبلهم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحوما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصريه ما راه وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتهم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآثوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهدا الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قامتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذين تقاتلون شوزهن فعذون وانجون في المضادع واضربون فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا وإن خدتم شقاق بينهما فبعثتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما كبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساتين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب الجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكلمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكفرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مفقال درة وإن تك حسنة يضعفها ويوطم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يودل الذين كفا وعصوا الرسول لو تسوا به من الأرض ولا يتهمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنكم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جوبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوه وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسهم النساء أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتعون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين آدوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير نسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعناهم في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معتم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبالها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مكوبا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتريه إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون ككيلا انظر كيف يفكرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لم نصيب من الملك فإذا لا يؤكون الناس نقيرا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصرهم نارا كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير آل يذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحة سندخلهم جنات تجريب تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا لهم فيها أزواب مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بني ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصبون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرف عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم حولا دلغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم داؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول كل وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يدلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن ما كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخردوا من دييركم ما فعلون إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشددت ديتهم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليضطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك هل لم يكون بينكم وبينهم ودّة يا ليتني فوت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدني بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلق فسوف نوته أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فكيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل قل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يتادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيط طائفة منهم غير الذي تقولوا والله يتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبعون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف باسا الذين كفروا والله أشد باسا وأشد تنكلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤادروا في سبيل الله فإن تولوا فأخذوهم وقتلوهم حيث وددتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر الصدور أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما ذعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفتموا أيديهم فقذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنة متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضر الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستموا من أن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائك الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما واه جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والغلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله الغفورا رحيما فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكفرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فالتقائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حزرا وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو فوتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعذى للكفرين عذابا من يمينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طماناكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أو كوتا ولا تهمون بفغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنما أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للقائمين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أتيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الخول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سنوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يدد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرهبه بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا قضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فطل الله عليك عظيما لا خير في كثير من ندوان إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بكراء مرضاة الله فسوف يوتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا فعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولهم أنينهم ولآمرنهم فليبكتن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غمرا أولئك ما واهم جهنم ولا يجبون عنها محصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو ذي وهو نوم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن ديما ممن أسلم ودهون الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يخيكم فيهن وما يخلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا توفونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالكسطة وما تفعلوا من خيرهم فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت بعلئا نفوزا أو إعراضا فلا دناه عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قبيرا ولن تستطيعوا أن تعبدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا آتا معلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ظنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يغيبكم أيها الناس وياتب آخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالخصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تبعوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائفته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الحيفرين أولياء دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جمعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يخفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جانع المنافقين والكيفرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكفرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يدعل الله للكيفرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا جزبزبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلم الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكيفرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا بالله عليكم سرطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النير ولن تجد له قصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابه إن شكرتم وآمانتم فكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الدهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تقفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا مقديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للخيفرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد إن أولئك سوف نوتي بجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن توزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنى الله جهرة فأقذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطرور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتبهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلط بل طبع الله علمها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإما الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به من علم إلا اتباع الرمو وما قتلوه يقيما ذرّف عن الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليون أن أبيه قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم خيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربى وقللوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكفرين منهم عذابا أليما لكن الواسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمجينين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وليوب ويومس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصفوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الرأي يسيرا يا أيها الناس خزاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولده له ما في السماوات ولا في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنفف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنفف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنففوا واستكبروا فيعذلهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتون أقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخر فلا نصف ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم التلسان إما ترك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأموتيين أبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم لا تدخل